هذه الكوارث هناك كثير من أسبابها نحن الذين نخلق هذه الأسباب أولا حكوماتنا منذ الاستقلال إلى اليوم لم تضف شيئا على ما كان في عهد الاستعمار من بنى تحتية يعني عاصمة زي الخرطوم إلى الآن ليس فيها صرف صحي عصري يليق بالإنسان للأسف الشديد على امتداء بكل أحيائه من أحياء يعني مودرنة وأحياء راقية إلى الأحياء الشعبية كلها تتساوى في عدم وجود هذه البنية التحتية المهمة لأي مدينة ولأي إنسان يعني يروم الحياة الكريمة ما نعيشه اليوم من مأساة حقيقة يعني مأساة متكررة الآن في نهر النيل توارث فيضانات كبيرة جدا هنا في المناقل هناك سيول في الشرق القاش أيضا سيول في مناطق كثيرة ولايات دارفور فنحن حقيقة يعيش مأساة كبيرة جدا جدا بالنسبة لقضايا السيول